مستوى هذا المدرب ومستوى مستر مارسيل كولر ينبئ بمواجهتين رائعتين نتمنى أن يخرج منها السويسري منتصرا على البلجيكي والمصري متواجا على حساب المغربي الشقيق بإذن الله لكن ده يوديننا للكلام عن تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي المرة الرابعة على التوالي والستاشر في تاريخ النادي الأهلي من حقك أنك تفتخر من حقك أنك لما فريقك يتأهل لستاشر مرة للنهائي يتوج بعشر مرات منهم لما فريقك يتأهل للنهائي أربع مرات متتالية أنك تشعر بالفخر ومن حقك تمام الحق أنك تبقى واثق جدا وأنت مقبل على المبارتين النهائيتين والكرة فيها مكسب وخسارة أن فريقك اللي بيتطور في خلال الموسم الواحد بخطة ثابتة يتوج بالبطولة ويستعيد اللقب من جديد ويرد الاعتبار من خسارة النسخة الماضية ليه؟ لأن الحقيقة أن الراجل اللي بيدرب الأهلي دلوقتي مارسيل كولر حتى مع الصعوبات اللي واجهها في بداية هذه البطولة وبقصد هنا دور المجموعات من البطولة الراجل كل خطوة بيخرج منها وهو كسبان ثقة وهو محقق نجاح إضافي في شكل الفريق فالفريق دلوقتي بقى أكثر انسجاما بقى أكثر تطورا على مستوى أفراد الأفراد أكثر صلابة على مستوى الدفاع وبقى من الصعب جدا أن يتلقى أهدافا وبص على آخر متشات للأهلي من بعد دور المجموعات وبداية من الأدوار الإقصائية لا يستقبل الأهلي أهدافا لما تبص على كيف يستطيع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر التحكم في رتم المباريات داخل أرضه وبرا أرضه يبقى من حقك تماما أنك تبقى مقبل على النهائي وانت واثق من نفسك لما تعد تقريبا أكثر من 40 تمريرة أكثر من 40 تمريرة في إحدى الهجمات وانت كسبان الترجي 1-0 هنا بما أنك خلاص ضمنت التأهل بل وفيه في هجمة كده تقريبا وصلت لأكثر من 90 تمريرة أربع دقايق الأهلي بيمر بيتقدم للنص الأمامي تمام؟ يروح راجع للنص الخلفي لما توصل للمرحلة دي في الوقت ده من الموسم ولعبتك ما عندهاش نفس الإرهاق اللي كان عندك في النسخ السابقة لأنك في النهاية عارف تتحكم تمنج ما الموديل الفني اسمه مانجر ليه؟ عشان هو بيتحكم بيمانج بيعرف أن يوصل لآخر مباراة في الموسم ومحقق أعلى نجاحات ممكنة ده كله لازم يديك ثقة في المواجهتين المقبلتين لما تلاقي أنه في تطور لمستويات اللاعبين بشكل واضح جدا مرورا أو ابتداءا ببرستاو مرورا بحسين الشحات مرورا بمحمود عبد المنعم كهرباء بخط الدفاع زي ياسر إبراهيم بخط وسط واخد ثقة كبيرة زي حمدي فتحي زي الوافد الجديد في وقت سريع بهذه الثقة مروان عطية زي أليو ديانج بتغيير أدواره يبقى بكل تأكيد مهم أنك تسق وأنك تأمل وأنك تبدأ من دلوقتي تنتظر هذا الفريق المتأهل إلى النهائي أن يتوج في يوم 11 من شهر يونيو بإذن الله مبارح مباراة جديدة من مباريات كولر بيدي فيها دروس على كيفية التحكم في إيقاع المباريات والوصول إلى ما يريد تبقى لسيناريوهات المباريات اللي هو عايزها لما تلاقي المدرب بعد كل اللي شرحناه دلوقتي ورغم كده فيه من التواضع والهدوء ما يجعله هادئا بهذا الشكل أمام الإعلام وأمام الضغوطات يبقى مهم جدا أنك تعرف أن عندك مدير فني كبير اسمه مارسيل كولر مفهوم أن ممكن مباراة ما يبقاش كويس الأهل